أفضل أسستات الأهلي الموسم ده يعني أصله الناس بتستمتع بالأهداف ده حقيقش حلو بس احنا كمان بنستمتع بالأسستات حلو الأسستات بتاعت الأهلي بقى الموسم ده عموما مش بس في الزمالك ماشي قبل ما نروح بسا ما نرد الفيديوهات أنا بالنسبالي وحاب بقف عنده لمدة عشر ثواني واحد من اللعيبة اللي حصل علىها ضغط ولغط لكن والله هو لعب بالنسبالي هو واحد من أهم اللعيبة اللي جات في المكان ده بآخر خمس ست سنين محمد وجدي أفشل الراجل ده عنده 4-6 عيون 8 عيون هجيب لك جونين جونين واحد لسه جون جون ولعبة نفس الكورة في نفس الـ position بيعملها بنفس التكنيك بعد ما بيعمل اسكان أياً كم من اللعيبة اللي موجود واحد منهم هدف غالي جداً لإمام عشور أمام الزمالك في الكاس والهدف التاني والكورة التانية في المباراة اللي فاتت على طول الفرصة الغريبة اللي ضياعها كهرباء تعال نشوف بص ده الهدف لا ده ماشي ده الفرصة اللي ضياعها كهرباء في مباراة الداخلية ولو نجيب الإعادة كمان بصها كريم وركز على الـ position وركز على رفعة العين والأسست هيروح فين شفتها تعال أوريها لك بعديها على طول والأسست هنا جيل مودست بص بصها كريم نفس الـ position نفس رفعة العين نفس الأسست جول لإمام عشور في موارمة الزمالك لعيب كبير لعيب كبير محمد مجدي أفشل لعيب كبير قوي أنا بشوف أنه هو يعني شوية الموسم الأخير أو الموسم النص الأخيرين ما خدش وقت كبير قوي لكن الوقت اللي موجود فيه مؤثر جدا 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 واحد من المواهب المهمة جدا اللي موجودها في الكرة المصرية دول بالنسبالي بالنسبالي كأسستات عشان هي مركة مسجلة مش بالصدفة مش موقف لا هو الراجل عارف ما بيروح في الحتة دي بيروح رفع عينه ويشوف اللعيب ويحطها بمنطقة الدقة